موسيقى خمسة عشر عاما مرت على غزو العراق وما زالت صدمة تلك الحرب المدمرة تلاحق الجنود الامريكيين ممن شاركوا فيها فضلا عمن أصيبوا آلاف الجنود الامريكيين القدامى ما زالوا يعانون من آثار الصدمة التي خلفتها ضربات المقاومة العراقية في نفوسهم وبنسبة أكبر مما خلفته الحروب السابقة ورغم أن المصادر الرسمية تشير إلى أن الضغط النفسي يلحق 13% من قدامى المحاربين ممن شاركوا في حرب العراق إلا أن هناك من يقول أن النسبة تصل إلى 50% الإدارة الامريكية التي أرسلت هؤلاء الجنود لم تعطي لمسألة تعرضهم لأزمات والطرابات النفسية أهمية كما هو لازم أنذاك بل كانت تعالج بعض الحالات بأدوية وعقاقيرة لم تنجح في الغالب حيث أن العلاجة كما تقول مديرة المركز الوطني للاضطراب الذي يلي الصدمة في وزارة قدامى المقاتلين الأمريكية باولا شنور إن مضادات الاكتئاب غالبا ما توصف لكن العلاجة الأفضل يستند إلى العلاجات النفسية لسيما العلاج الإدراكي الذي يشجع المرضى على مواجهة صدماتهم والخروج منها تدريجيا الوزارة تقول إن 13% من قدامى المحاربين في العراق يعانون من الضغط النفسي الذي يعقب الصدمة وتتراوح أعراضه من الأرقي إلى الاكتئاب مرورا بنوبات القلق والهلوسة والعنف وإذاء النفس لكن الخبير بجامعة أنتيوك مارك رازل قال إن 50% هي النسبة الصحيحة واصفا إياها بأنها قنبلة موقوتة وصف الخبير النفسي النسبة بالقنبلة الموقوتة يفسره تقرير صادر عن جامعة أمريكية يقول إن أكثر من مليون جندي ممن انتشروا في العراق وأفغانستان بين عام 2001 و2014 يعانون من الاضطرابات بنسبة أكبر مما كان بعد الحروب السابقة مثل حرب فيتنام وهي الحرب التي وعلى الرغم من شراستها ونتائجها فإن واشنطن لم تستخلص منها الدروس كما قال جندي سابق شارك فيها فحرب فيتنام كما حرب أفغانستان والعراق يذهب إليها الجندي على طبيعته فإما أن يعود بنعش يغطيه أو محمولا أقعدته إصابة أو جنديا يعاني طرابا وصدمات نفسية تزداد أوجاعها مع كل يوم تمر فيه ذكرى حرب العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر